إزاي تبيع المشت ده لواحد أقرأ السؤال ده واحد سألهولي أنا ومجموعة من أصحاب الأسبوع اللي فات وللأمانة مفيش واحد فين قال إجابة زي التاني كل واحد كان له رقل واحد قال حقنعه إن المشت ده بيساعد على نمو الشعر والتاني قال حقنعه إن المشت ده مفيش منه اتنين والتالت قال حقوله المشت ده لستخدمات كتير يعني ممكن مثلاً تستخدمه في الهرش لمؤخص أما بقى أكتر واحد كان عنده ضمير في الصحبة الصالحة دي قال حقنعه يشتريه لبنته أو لمراته برأيك بقى أي إجابة من دول هي الصح ولا مفيش حاجة منهم صح وإزاي أصلاً تقدر تبيع أي حاجة لأي حد هل في أساليب معينة ممكن تساعدك إنك تزود مبيعاتك وتقنع الزبون إنه يشتري منك وهو مغمط وإزاي البياع ممكن يقنع الزبون يشتري حاجة هو مش محتاجها أصلاً كل الأسئلة دي هنحاول نجاوب عليها مع بعض في حلقة النهاردة أنا أشرف إبراهيم وده المخبر الاقتصادي بلس قبل ما أقولك إزاي تبيع أي حاجة لأي حد خلينا لأول نسأل سؤال مهم هو اللي ممكن يخلي الزبون يرفض إنه يشتري منك منتج هو فعلاً محتاجه يعني تخيل إنك بيع واقف محل الزبون دخل عليك وشاف المنتج وقعد يقلب فيه مين وشمال واقتنع بيه ولكن برغم كده الزبون قرر في اللحظة الأخيرة إنه مش هشتري تفتكر ليه عمل كده بعضكم يمكن يتفاجئ من المعلومة دي الزبون مهما بدأ على سلوكه إنه هو واثق ومتماسك إلا إنه في أحيان كتير بيبقى خايف ومتوتر والآن أثناء عملية الشرع خوفه وقلقه وتوتره سببهم هو إنه في اللحظة دي بيبقى مش قادر يحدد إذا كنت إنت كبيع صادق معاه ولا لأ بخصوص مواصفات المنتج وجودته وهل السعر اللي أنت بتعرضه عليه هو السعر العادل؟ ولا أنت بتضحك عليه وفيه منافسين ليه؟ بيبيعوا نفس المنتج بسعر أقل ستيف مارتين أستاذ استراتيجيات البيع في جامعة كاليفورنيا الجنوبية بيقول إن توتر وقلق الزبون في اللحظة دي بيزود الضغوط الزهنية الواقعة عليه والضغوط دي غالباً بتصيب الزبون بشلل في التحليل يعني ما بيبقاش قادر يحلل المعلومات اللي وصلته منك كباية وساعتها بيفضل إنه ينسحب وما يشتريش عشان يتجنب احتمال إنك تكون غالبه أو بتضحك عليه واحد هيقول لي أنت ليه مكبر الموضوع يا أشرف؟ ألا إيه وتوتر إيه؟ وليه كل ده أصلاً؟ حبيبنا ده أقوله في أسباب كتير الحقيقة بتخلي الزبون متوتر والآن في الموقف ده ولكن يمكن أبرزها هو سمعة مجال المبيعات ببساطة عدد كبير جداً من الناس بيشوفوا البيعين أو مندوب المبيعات إنهم أشخاص هموم الوحيد هو الربح وعندهم استعداد يحققوا مصلحتهم حتى لو على حساب الزبون والكلام ده بالمناسبة تثبته كتير من الدراسات واستطلاعات الرأي على سبيل المثال في 2016 نشرت شركة العبحاث والبيانات التسوقية حب سبوت نتائج استطلاع رأي عملته الشركة قدت للناس قائمة فيها مهن كتير وقالت لهم إيه هي أكتر مهنة بتثقوا في أصحابهم تخيل نسبة الناس اللي قالوا إنهم بيثقوا في البيعين كانت كاما؟ 3% أول عن آخر هم اللي بيثقوا في البيعين يعني 97% شايفين إن البيعين غير جادرين بالثقة والوضع ده بالمناسبة مش جديد يعني في سنة 2001 مؤسسة جالب عملت استطلاع تاني للرأي حوالين النزاهة والأخلاق في المهن الناس صنفوا البيعين اللي شغلين في مجال السيارات في أدنى مرتبة وبالتالي في أزمة ثقة كبيرة بين الزباين وبين البيعين ضعف أو غياب الثقة ده بيأثر بلا شك على قرار الزبور وفي حاجة كمان بتخلي المستهلك يقلق ويتوتر أثناء الشراء وهي تجربة السابقة السيئة في كتابه الشهير سيكولوجية البيع الصدر سنة 1985 بيقول للمعلف لأمريكي براين تريسي إن الزبون اللي أخد قبل كده قرارات شراء خاطئة من خلال إنه مثلاً واحد ضحك عليه وبعله المنتج بسعر غالي جداً أو حتى بعله حاجة هو مش محتاجها أصلاً بيبقى خايف جداً ليقع في نفس الخطأ تاني وخوفه ده في أحيان كتير بيكون سبب رئيسي في تردده وعدم شراءه طب إزاي البيع بيقدر يخدع الزبون؟ ببساطة البيع هنا بيستغل حاجة بيسموها information gap أو الفجوة المعلوماتية اللي موجودة عند الزبون يعني باختصار البيع يعرف عن مواصفات المنتج وعن سعره الحقيقي أكتر بكتير من اللي يعرف الزبون الزبون أحياناً ما بيبقاش عارف حاجة عن المنتج غير اسمه وفي الحالة دي مطلوب منه إنه يثق في كلام البيع قبل ما يشتري علشان كده لما نيجي نجاوب مع بعض على السؤال الرئيس بتاع الحلقة وهو إزاي تبيع أي حاجة لأي شخص هنلاقي إن أول خطوة البيع محتاجي يعملها هو إنه يخلي الزبون يثق فيه الزبون لو مش وثق في البيع مش هيشتري منه ولو وقف على شعر راسه والعكس صحيح لو الزبون بيثق فيك هتقدر تبيع له الهوى في أزايز تسألني وتقولي طب إمتى الزبون بيثق في البيع؟ أقولك حلوة أو السؤال ده الزبون بيثق في البيع لما يحس إنه شخص يهمه مصلحة الزباين مش عاوز يبع لهم وخلاص فاكرين استطلاع الرأي بتاع شركة هاب سبوت اللي تكلمنا عنه من شوية تفتكروا إيه هي أكتر مهنة الناس قالوا إنهم بيثقوا في صاحبها الطبيب وده على فكرة منطقي جدا عمرك ما حتلاقي واحد يروح لطبيب وبعدين يقعد يجدله وقوله الدواء ده حل ولا وحش أو التشخيص ده صح ولا غلط بالعكس اللي بيعملوا أي مريض هو إنه بياخدوا رشدة وبدون ولا كلمة بيروح يصرفهم الصيدلية طب إيه اللي بيخلي المريض ما يفتحش بقه مع الطبيب ويسمع كلامه رغم إنه هو فعليا مش متأكد من صحة تشخيصه هي الثقة المريض واثق إن الدكتور حيعمل اللي في مصلحته كمريض وعلى هذا الأساس بيسمع كلامه ويسيب له نفسه خالص البايع بقى محتاج يعمل الزباين بعقلية الطبيب الطبيب أول حاجة بيعملها هو إنه بيحاول يفهم إيه المشكلة بالزبط وبعدين يقول العلاج بنفس المنطق الزبون لما يدخل المحل البايع أو التاجر ضروري يكون حريص إنه يفهم أولاً احتياجاته ولو عنده المنتج اللي يناسب احتياجاته يحاول يبعهله بهامش ربح معقول أما لو ما عندوش فيكون صادق معاه ويقول له ما عنديش اللي بتدور عليه وهنا ضروري نشير لخطأ بيقع فيه كتير من البايعيين والخطأ ده هو إن البايع أول ما يلمح خلقة الزبون يقعد يسردله في مميزات المنتج وأدي المنتج ده حلو وأمر وعليه سكر وبعضهم بيجود أحياناً وبيحلف إنه ياخد نفس المنتج لزوجته التانية وهكذا بدون ما يدي لنفسه فرصة إنه يفهم احتياجات الزبون الصح هو إنك تعرف احتياجات الزبون وبعدين تبيع له على هذا الأساس المقدم التلفزيوني الأمريكي جوني كارسون كان بيعمل مرة مقابلة مع خبير المبيعات الشهير زيك زيجلر المهم كارسون سأل زيجلر سؤال حلو قوي قاله أنت الناس بتقول عليك إنك أفضل مدير مبيعات في التاريخ هل تقدر بقى تبيع لطفاية السجاير اللي قدامك دي؟ قبل ما أقولك إجابة زيجلر أرهنك إن 95% من البيعين لو حاولوا يبيعوا الطفاية دي لكارسون حيركزوا على مواصفاتها وحيقعدوا يشرحوا قد هي طفاية ما حصلتش ولكن ده في الحقيقة أسلوب فاشل لأن الزبون ممكن يقولك ببساطة أنا ما يلزمنيش المميزات الظريفة اللي انت بتتكلم عليها دي شوف فاق دلوقتي إجابة زيجلر وركز أوه في التكنيك زيجلر قال لكارسون قبل ما بيعلك الطفاية دي عاوز أعرف أنت ليه عاوزها رد كارسون وقال والله أنا شايف إنها طفاية كويسة ومصنوعة بشكل جيد وشكلها لطيف رجع زيجلر وسأله تاني برأيك طفاية سجاير شبه دي تسوى كام؟ كارسون قاله الحقيقة ما عرفش ولكن ممكن مثلاً 20 دولار ساعتها ابتسم زيجلر وقال تم البيع طبعاً في الواقع الأمور عمرها ما بتتم بالسلاسة دي بين البيع والزبون ولكن الشاهد من القصة دي هو إنك كبايع محتاج تعرف في الأول احتياجات الزبون وإيه اللي يناسبه وبعدين تدخله من المدخل ده طب فرضنا إنه اللي يناسبه ده مش موجود عندك إيه العمل في الحالة دي غالباً البيعين بيبقى قدامهم خيار من اتنين إما يوضح للزبون إنه ما عندوش فعلاً اللي يناسب احتياجاته وإما إنه يستغل جهل الزبون باللي يناسبه أو يحاول يخلق له احتياجات وهمية لمجرد إنه مش عاوزه يخرج من عنده بدون ما يبيع له أي حاجة دلوقتي لو أنت مكان البيع تعمل إيه بقى؟ أغلبكم ربما حيميل للخيار الأول هو إنك ما تبعلوش لو ما عندكش اللي يناسبه باعتباره الخيار الأكثر أخلاقية ولكن خلينا أقولك إن الخيار الأول مش بس الأكثر أخلاقية وإنما كمان الأكثر نفعاً ليك من الناحية التجارية وخلينا أشرح لك إزاي الراجل المحترم اللي انتو شايفين صورته على الشاشة ده اسمه جو جيرارد جيرارد يعتبر واحد من أشهر خبراء البيع في تاريخ أمريكا لدرجة إنه دخل مصوعة جينيس لأرقام القياسية باعتباره أفضل باقة للسيارات في العالم كله وده بعد ما نجح في إنه يبيع 1425 سيارة في سنة 1973 بس المهم الراجل الخبرة ده اخترع مبدأ تسويقه سماه قانون المتين وخمسين وفكرة القانون ده ببساطة وفقاً لجيرارد هي إنه كل واحد مننا يعرف حوالي 250 شخص في مختلف دوائره الاجتماعية وده شامل الصحاب والقرايب والجران وزميل الشغل وهكذا جيرارد بيقول إنه لو أنت كبايع خداعة الزبون أو عملته بشكل مش كويس فأنت كده من غير ما تدرى بتخاطر بسمعتك عند 250 شخص الزبون ده بيحتاجك بيهم بشكل أو بآخر يعني بالبلد كده الزبون حيشردك في وسط الناس دي كلها والعكس صحيح لو الزبون انبسط من تجربته معاك وتأكد بعدين من صدقك بخصوص جودة ومواصفاته سعر المنتج فهو أولاً حيثق فيك وبالتالي مش هيحتاج بعدين إنك تبزي المجهود معاه علشان تبع له وسانياً الشخص ده حيكون سبب في الأغلب في إنه يبني لك سمعة جيدة وسط المتين وخمسين شخص اللي يعرفه لكن للأسف بيعين كتير بيبصوا تحت رجليهم وبيبقى همهم إنهم يبعوا لك أي حاجة بأي شكل هو عاوز يطلع منك بفلوس وخلاص ولكن إحنا مش في أوتوبيس يا جدعان اللي الناس دي مش واخدة بالها منه هو إنهم غالباً حيتحكوا على الزبون مرة واحدة ما بتتكررش لإن الزبون ده ببساطة مش هيرجع تاني وهنا حابب ألفة نظاركم لحاجة مهمة جداً فيه مصطلح في علم التسويق اسمه تكلفة الحصول على عميل أو Customer Acquisition Cost وده بيعبر عن التكلفة اللي إنت كتاجر أو بيع بتصرفها علشان تجذب عميل جديد يجي يشتري منك والتكلفة دي بتتحسب بسهولة جداً يعني لو افترضنا إنك صرفت على الإعلانات الشهر ده ألف دولار وجالك خمسين عميل جديد يبقى كده تكلفة الحصول على عميل جديد بالنسبة لك بتسوي عشرين دولار إنت بقى كبايا لما بتستنصح على الزبون وتستسك عليه وتخدعه بتلاقي نفسك طول الوقت مضطر تصرف علشان تجذب زباين جداد لأن اللي جربك قبل كده إنت خسرته وعبل ما انتقل لآخر نقطة في الحلقة خلوني أجاوب على السؤال اللي سألته في المقدمة هو أنت إزاي ممكن تبيع المشت لواحد أقرع؟ كل الإجابات اللي ذكرتها في مقدمة الحلقة في شيء مشترك ما بينها وهي إنها بتركز على هدف واحد بس وهو بيع المشت بأي شكل للراجل ما فيش حد فيهم وقف ويسأل نفسه هو أنا ليه أصلاً أبيع منتج لشخص أنا من جوايا عارف إنه مش محتاجه وبالمناسبة يعني هي مش علوم صواريخ يعني بيعين كتير قوي لسانهم حل وعندهم القدرة إنهم يبيعوا لك أنت شخصياً تمثل أبو الهور ولكن زي ما قلت من شوية مش هيقدروا يخدع الزبون ده غير مرة واحدة بس لأنه ببساطة مش هيرجع تاني وأنا هنا على فكرة بتكلم من منطق تجاري بحت من الآخر كده أنا كأشرف مش هبيع المشت الواحد أقرع مش محتاجه حتى لو كنت قادر أقنعه بكده لكن حبيعوا بمساعدته لما يثق فيها للناس اللي هو يعرفهم ومحتاجين فعلاً المشت ده أنا عارف إن طولت عليكم بس معلش في خطأ تاني بيقع فيه كتير من البيعين بيخسرهم عملة كتير قوي وهم مش واخدين بالهم هقولوا كده ع السريعة فيه مون شهير جداً في القاهرة فيه حوالي 20 برند مختلف من برندات الملابس كل ما أدخل المول ده ألاحظ حاجة عجيبة جد كل محلات الملابس شبه فضية باستثناء محل واحد دايماً زحمة وفيه زباية العجيب بقى هو إن البرند ده لهو الأفضل من ناحية الجودة ولا من ناحية السعر وبرغم كده الناس بتحب تشتري منه تفتكروا ليه؟ في الحقيقة البرند ده عنده ميزة مفتقدها كل البرندات التانية في المول وهي السيستم اللي حطينه لطريقة تعامل الشباب بتوع المبيعات مع الزباية باختصار أنت بتدخل المكان ده وبتنطلق تقعد تشيل وتحط تقلع وتلبس بدون ما تلاقي حد من الموظفين واقف فوق دماغك أو يقولك أنت بتعمل إيه؟ وبتاخد قرار الشرع مع نفسك بدون أي تدخل من حد وده بيحسسك بشئ من الارتياح وإنك صاحب قرارك على عكس البرندات التانية أول ما تدخل تلاقي 3-4 كده وقفين حواليك وبيقولولك بصوت واضح العبارة الخالدة بتدور على الحاجة معينة ومن هنا بتبدأ محاولات الموظف اللي بيرقبك طول الوقت بنظراته أنه يخليك تاخد قرار الشرع ولكن اقتحام الزبون بالشكل ده بيوتره أكتر وبيخليه إما ما يشتريش أو ما يرجعش تاني وده بالمناسبة أكده وولتر فريدمان الأستاذ في جامعة هارفورد لما قال في كتابه الصادر في 2004 تحت عنوان ولادة باقع أن الزباين بيكرهوا جداً زن البياع عليهم ومحاولاته دفعهم لاتخاذ قرار معين لأنهم من ناحية مش بيبقوا مرتاحين في الحصار ده ومن ناحية تانية بيبقوا خايفين يتعرضوا للخداع أنا كده خلصت الكلامي ولكن حابب أسألك سؤال أنت على مستوى الشخصي إيه اللي ممكن يخليك تقفل من بيع وتسيبه وتمشي حتى لو كنت محتاج المنتج هتابع إجاباتكم في التعليقات لو حابين تشوفونا السابت الجاي بإذن الله في حلقة جديدة اشتركوا في القناة سلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة